المباراة مجملها فنياً وتنظيمياً وحط تحت تنظيمياً دي مئة خط ان احنا دي حاجات جديدة علينا جديد ان انت تلاقي ايه لازم تشكر الشيكة المتحدة لازم تشكر الامن ان انت المتش مفهوش مشكلة الناس كلها دخلت تسكارتي عملوا شور جامد حتى كمان الكاميرات كانت ماشي يعني كل الكاميرات والتصوير كان حلو جداً كل الناس اللي غطت السادة الكهيرة كمان كان رائع السادة الكهيرة رائع وحتى يمكن برضو كورا بلاس ان هي تزيع المتش على الموبايل كل الحاجات دي بص المجمل ان انت بتقدم سيرفيس وخدمة كانت جيدة بص اللقطات عظيمة زيك عبد الفضل اه طبعاً يا ما انت دي بتفكرني بالبطول الأفريقية طبعاً طبعاً عندنا حاجات حلوة قوي فعلاً عندنا حاجات حلوة قوي والدولة فعلاً موفرة الست السادات اللي تم اللاعب عليهم في البطول الأفريقية لا حاجة عالمية صحية تصوير بص جاي جداً اول مرة يمكن نشوف ان احنا اللوجو بتاع الاهلي والزيمالك خلي باقدر ادي مباراة الزيمالك فان هما برضو يوافقوا ان بقى فيه اللوجو بتاع الاهلي والجهة الاخرى اللي هي التالتة يمينة بقى اللوجو بتاع الزيمالك لا حاجات حلوة الربطة انا بقولك بجد عارف التابلو كله في الاخر كان حلوة كريم فالمباراة بقت تنظيمية جيدة جداً فنياً برغم الاختلافات او الانتقادات لكن في الاخر انت تقول كلا المديرين الفنيين سواء واحد رجع من المباراة والدليل اللي مثلاً ادارة نادي الزيمالك جديدة السكة جمهير الزيمالك بتقول دي اوف للفريق ولكن عندنا مدير فني محترم واحنا في نفس النقطة او جمهير النادي الاهلي بتتكلم ان المسلمان يقدر ان هو يكسب مباراة وحق اداء جايد كان ممكن يبقى احسن ولكن في الاخر لا يحسب له طبعاً نتيجة محترمة